الايام دي بقى موسم الملوخية الخضرة وطبعا كل او معظم الناس بيحبوها فعلشان تخزيني وتفضل معاكي طول السنة وباللون الاخضر اللي انت شايفات تحفة ده تعالي معايا كده وخليك الاخر الفيديو هنشوف كده بعض الحاجات والتفاصيل لازم تعمليها عشان تفضل معاكي كده النهاردة في الفيديو ده هنقول على طريقتين مختلفتين تخزيني فيهم الملوخية الخضرة وتفضل معاكي طول السنة وده عن تجربة جربوها وان شاء الله هتعتمدوا الطريقة دي كل سنة ان شاء الله واتعملوها يلا بينا نشوف بدأنا وعملنا ازاي اول طريقة اول حاجة طبعا هنعملها نقطف الملوخية وهنبدأ نقسلها كويس جدا تحت المية كده الجارية وهنصفيها وهنشوفها زي ما انتم شايفين تبقى ناشفة جدا مفيش فيها اي مية يعني بعد ما تقسليها وتصفيها في مصفة هتحطيها بقى كده على فوطة او على ملاية تحت المروحة وهتقلب فيها وتسبيها لما تنشف خالص زي ما انت شايفها بالشكل ده ده سر من اسرار يعني نجاح تخزنها بعد كده هتجيب الكب بتاعتك وتبدأ ان انت تعمليها في الكب ولو مش موجود عندك الكب تخرطيها بالمخرطة اللي هي العادية الطريقة التقليدية اللي احنا بنخرطها بيا وفي ايدك بقى نيت تنعميها او يعني تبقى خشنة شوية زي ما انت حبه يعني حبه نيت تنعميها اكتر من كده هتفرميها اكتر من كده وزي ما قلتلك عشان هي نشفة جدا معايا فهي زي ما انتوا شايفين كده اتقرضت معايا بكل سهولة وبقت بالشكل ده دلوقتي هجيب بقى عندي مرأة اللي هي شربة لحمة اي نوع شربة عندك بتاع فراخ لحمة اي حاجة هتجيبيها وهتبدأي تحط عليها وتقلبي انا عايزاها تكون يعني الكوان بتاعها مش خفيف طبعا زي ما بنعملها لا احنا يدب بس كده هنحط آآ يعني طبق آآ كبشيتين كده هتحطيهم على الملوخية وهتقلبيها وبس كده وهتبدأ ان انت تحطيها في الكيس اللي هتخزيني فيه في الفريزر طبعا هتخزيني الكيس على حجم الطبخة اللي انت هتعمليها يعني على حسب ما انت حبه والملوخية بتبقى معايا بالشكل اللي انت شايفها ده اتخرجيها من الفريزر تكون انت طبعا مجاهزة بقى حاجة الملوخية والمرأة على البوداجاز وهتطلعيها من الفريزر على طوله هي متجمدة مباشرة هتحطيها في الشرب على البوداجاز وتبقى كويسة معايا باللون الاخضر اللي انت شايفها ده ما تسبهاش لما تفك منك عشان هتسود بس كده دي كانت اول طريقة هتعمل الكمية بقى اللي انت حبها زي ما انت حبها تمام هندخل بقى على الطريقة التانية هنجيب بقى الملوخية برضو بعد ما غسلناه ونشفناها كويس هنجيب بقى كيس برضو من بتاع التخزين وهتبدأي ان انت تحط في الملوخية وطبعا في كل طريقة لازم تفرغي الهوى من الاكياس وطبعا هتحط بقى الملوخية في الاكياس طبعا حسب الكمية اللي انت محتاجها في المرة الوحدة بعد كده بقى هتفرغي منها الهوى وهتقفل الكيس كويس جدا ووقت ما تحبي بقى تخرجيها وتعمليها من الفريزر هتطلعيها وتكسريها باديكي كده وتحطيها في الكبه وتفرميها فرما واحدة وبرضو في الوقت ده يكون انت مجهزة الشربة بتاعتها على البتجاز ومجهزة الخلطة وكل حاجة وبعد ما هتفرميها في الكبه مرة واحدة هتبدأي تحطيها على طول في الشربة علشان برضو متسودش ما تطلعاش من الفريزر تسيبيها تفك كده في الكيس وبعد كده تبدأي تفرميها لأ هتسود منك وهي كده طلع متجميدة من الفريزر بتكسريها يعني تكسيرها كده بسيطة وبعد كده هتفرميها في الكبه او تخرطيها بالمخرطة مش هتاخد منك وقت خالص في دقيقة واحدة هكونت عملت وتحطيها على طول في الشربة وهتطلع معاكي احلى ملوخية خضرة وطبعا الطريقتين احسن من بعد زي ما انت حابة تعملي باي طريقة هتنجح معاكي وهتبقى معاكي باللون اللي انت شايفها ده والطعم مش بيتغير خالص وبتبقى كأنك لسه عملاها طازة جربوا خزينيها كده السنة دي باي طريقة من اللي اتنين وان شاء الله هتعجبك الطرق دي جدا لان انا مجرباها وكانت كويسة جدا معايا فلو عجبك بقى اي طريقة من الطرق دي وجربتيها وطلعت نجحة معاكي ما تنسنيش بقى بكومنت حلو منك وكمان لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش لايك واشتراك وكمان تشايري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن والسلام عليكم